علشان بصوا بقى الخمس حاجات اللي بنقول عليها اذا كانت اول ليلة من رمضان صلى على الرسول على السلام كل وانا بتكلمت صلى على الرسول على السلام عايزين نعمل بقى الاجور المضاعفة بعمل اجر واخد عليه سواب بعمل اجر واخد عليه سواب وسواب وسواب وعشرمائة سواب لكم سواب احنا مساكين والله احنا محتاجين السوابات دي صفدت الجن صفدت الشياطين ومرضة الجن ودي اول حاجة ليه صفدت عشان نقصين يعني كفاية كفاية وسوسة النفس والدنيا والهوى يعني كفاية ولكن ده مش معناه انه كل الشياطين مصفضة يعني ده الصغيرين موجودين اه واللي مش مرضة ولا كبار لا دول متسلسلين التانيين بقى متسلسلين مطلوقين كده فسهل عوضوا بالله السماء العليم الشيطان الرجيم يا رب اعوضوا بك رب منها مزاد الشياطين وعوضوا بك رب ان يعضرون كل ليلة اقول كده وكل شوية مفتكر اقول كده عشان ربنا يجنبني يا رب اقول لك لو عندك غنم وفي زئب بيجي على الغنم تهش الزئب ازاي بيجي الحارس بتاع الغنم جاي بكل بحراسة يلا امشوا امشوا امشي للزئب فبيهووا وفيجرو احنا لما نبقى عايزين يعني نتخلص من وسوسة الشيطان نستعيز بالله الله عز وجل اللهم اني اعوذ بك رب منها مزاد الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون واستعيز النقطة رقم اتنين يبقى اول حاجة صفدت الشياطين ومردت الجان رقم اتنين ايه اللي بيحصل في اول ليلة وذلك طول الشهر تلاتين يوم كده تاني حاجة غلقت ابواب النار فلا يفتح منها باب ده دي بشرة ده دي بشرة ربنا افل النار خلاص في الشهر ده وفتحت ابواب الجنة فلا يغلق منها باب الله عشان كده بقولكو الجو اللي هو ريحة احنا النهاردة جاي لنا اول 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 بوكي ورد جميل طبعا انتعار فيه الحالين بيحبوا الورود وهكذا امور عايز اقولكو يعني مجرد بس ان ريحة الورد موجودة لا تعالوا طلعوا شموا ريحة اللي كون احنا عندنا شطة النهاردة يعني النهاردة كانت بتشتي طول النهار وعمال الدنيا تشتي تشتي ففي ريحة شطة على ريحة جميلة صدقوني صدقوني العالم اللي بتتفكر في الكون عارفين ان رمضان له ريحة مختلفة ان الهوى والكون له ريحة مختلفة الناس اللي بتعمل عارفة الكلام اللي انا بقوله ده يبقى رقم واحد صفضت الشياطين ومرضت الجان رقم اتنين غلقت ابواب النيار فلا يفتح منها باب رقم تلاتة فتحت ابواب الجنة فلا يغلق منها باب فكل الخير وكل الرحمة انت حاسس بيها المفروض كده كحاجة جمعين بقى يا رب الجنة تدعي اللهم اجعل لي زوار انا يا رب ينوبكوا زواب انا انا يا رب يا رب يا رب جعلني من يعني من اللهم قرر واستقرار في الجنة في الوقت ده انا يا رب انا يا رب من رواد الجنة انا يا رب جعل لي زوار انا زوار بقى قرروا واستقراروا واورسنا بقى الجنة يا رب الله مامين يورسنا الجنة قولوا امين يبقى لما قول فتحت ابواب الجنة فلا يغلق منها باب ده ده تحفيز يا رب جعلني منهم اما اعرف ان الله عز وجل يزين الجنة بيدي استعدادا لقدوم رمضان وفرحا بقدوم رمضان وزوار الجنة ان شاء الله اللي حيكتبوا من اهل الجنة في رمضان يا رب يا رب يا رب جعلنا واياكم منهم قولوا امين طيب دي رقم ثلاثة رقم اربعة وينادي منادي من قبل الله وذلك كل ليلة تلاتين ليلة بينادي يا باغي الخير اقبل يالعايز خير انا يالعايز انتا كمان انتو كمان الناس اللي علاف دول كمان عايزين يالي قاعدين يا اولادي يالي سمعين والله انا تمنى اطلع الفلكونة واطلع في السطوع عندنا السطوع هنا الدور معرفش 24 و25 اطلع في السطوع واتكلم واقول اللهم يا رب اني أباغي الخير ينادي منادي من قبل الله اني أباغي الخير اقبل اقبل يعني يالله تعالى اقبل يعني خلاص انت حسناتك تعاطت خلاص مبقى الا النفس بس ماش الله علينا يا رب جعلنا احنا اللي نقود نفسنا واجعل هوا نفسنا فيه تعاطك يا رب واجعل دايما يا رب الخير كله الخير كله في نفسنا انها دايما تأمر بالمعروف ونفسنا نفس طيبة مطمئن اقوله امين وليس ذلك على الله بعزيز عايز اقولكم على حاجة اتعيقكم بعيه دلوقتي قابلت اخته بكلمها اتصل علي هلا لو يتعمل ايه في رمضان قلت لها بص سبيني سبيني في عالي احنا عندنا لسه طالعين عند عادسة سيارة وعملية وهيسة ونسى الله سبحانه وتعالى شفاء لكل الناس قولوا امين قلت لها انا بصي انا عندي مريض في البيت لسه طالع من العملية بصي ولوجدتاني عندي الله عز وجل عندي يعني خلاص انتعينا انا رب فينا عندي في البيت قالت لي قالت لي هلا انا نويا نية قلت لها قوليلي اتحفيني هو ربنا جابك بعد دلوقتي رز وجابني انا رزق ليك عشان تسمعه فبقولها ايه قالت لي انا صعبان علي نفسي قلت لها حبيبتي كلنا والله في الهواس قلت لها صعب علينا نفسنا ها نويا ايه قالت لي انا نويا الحي على الله في الدعاء قلت لي طيب ما للصائم دعوة مستجابة وإحنا زي ما اتفقين معانا لستة كده بنكتب عليها بنكتب عليها الادعية كلها التلاتين يوم نقعد ندع قالت لي لأ انا مش هعمل كده قلت لي ما لها تعملي ايه اسمعوا اسمعوا اللي غلاني افكي وحرق قلبي عشان نطلع لكم قالت لي انا نويا ان انا الح على ربنا بدعوة معينة خلاف اللستة قلت لي انت كابة اللي استقلت لي اه لكن انا في دعوة منهم هلح على الله فيها يا ربي يا ربي ارزخني اياه قلت لي ايه اللي مش هقولك قلت لي ماشي لكن هو ربنا قال لي وربنا قال لك دلوقتي والرسالة دي على لساني اه عايزين ايه عايزين من ربنا ما مرادك من الله ايه انا عايز جنة انا عايز صحبة النبع السلام اه يا ربنا يبشرني بالقبول يا رب والله والله احزن قلبي لا تزول حتى ابشر بالقبول واخذ كتابي بيميني وتقرعيني بالرسول يدعو انا عايز ربنا يرزقني خيري الدنيا والاخرة انا عايز اكون مصدقين لا انا عايز مرتبة الصدقين خلوص انا عايز مرتبة اعلى بقى عايزين ايه قولوا اليحروا على الله عز وجل يا رب انا عايز منك الثلاثين يوم دولت من دلوقتي انا هلح في الدعاء ارزقني الهده والطقة ولا عفافة ولا غنى اختار الدعوة اللي انت عايزها الح وعلى الله في الدعاء خلي لك لست الدعاء اللهم امين لست الدعاء وبعد لست الدعاء خلي في دعوة بتلح 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 بتعلي قبلوني بتعلي قبلوني وقولوا لي ربنا نتقبل منو وهلقاكم هلقاكم ان شاء الله لربنا احيلة وما كتبلناش الموت BE في رمضان هلقاكوا في آخر يوم في رمضان اللي صباح العيد وقال لكم هاي وزبطوا على الدعوة اللي بتلحوا فيها أليح يا بنتي عايز أعمل ربنا اللي انت عايزها مستجاب والله سم والله سمت الله وبالله ما عهدنا عليك يا رب ما عهدنا عليك يا رب دعوة دعناها في أيام يا رب النفحات إلا واستجابت لنا إلا وأعطيتنا اللهم لا ترد يدينا سفرا خائبتين اللهم يا رب لا ترد رجاءنا فيك اللهم أعطنا أعطنا سؤلنا وعت كل واحد وكل واحدة بيتفرج النهار ده ويسمع الكلام ده أو حتى يسمعه بكرة يلح عليك بدعوة استجاب لك يا رب ليس ذلك عليك بعزيز ولا ينقذ ذلك من ملكك شيء والله أبدا والله لو أهل الدنيا كلهم سألوني كلهم سألوا ربنا سؤال وربنا أعطاهم ما أنقصة ذلك من ممكن لها شيء إلا إبرة كده حطتها في البحر وطلعتها نقصت من البحر الإبرة دي لا وهكذا وهكذا سؤالك من الله أنا قلت لها أنت بتقوليلي كده ليه أيكي ما عرفش أنا كنت بتصل بك يا هل عشان تقوليلي أعمل إيه جديد السنة دي مع ربنا فأنا قلتلك لأ أنا قلتلي ربنا عندي فأنا أنا غير تقوي قلتلك أيوان عندنا مريضة عندنا مريض وربنا لو وجدتني عندنا فأنا وربنا عنده قلتلي خلاص أنا كمان أنا كمان عايز أكون عند ربنا وربنا عندي قلتلك لها في قلدي الله الله علينا يا مسلمين لو كل حد بجد تلع بالمعنى ده تلتين يوم لو وجد الله في قلب لو وجدتني عنده عند المريض